بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم إن شاء الله النهاردة أمر مفيد جدا من أوامر الإكسل وهو اسمه تكستو كولومز الأمر ده ببساطة بساعدني لو أنا شغال على برنامج معين وبيطلع لي data كتير بالشكل ده وأنا عايز أخذ data دي مثلا على الإكسل علشان أعمل لها analysis فالطبيعي إن أنا مثلا باخد copy للبيانات كلها أو لجزء من البيانات هفترض إن أنا عايز جزء هنا من البيانات بعمله copy وبعدين نروح في الإكسل واجه هنا أعمله control V أو paste لو نلاحظ البيانات اللي ظهرت هنا ظهرت إن الكيو بيساوي 30 في نفس الخانة أنا عايز أخليه هنا الكيو وهنا القيمة يعني كأنني عايز أفصل الكتابة اللي موجودة هنا نكبر ده شوية كأنني عايز أفصل الكتابة دي إلى جزئين جزء اللي هو قبل علامة يساوي وجزء التاني اللي هو بعد علامة يساوي اللي هو فيه الأرقام فالموضوع ده ببساطة أوه هعمله في الإكسل إزاي إن أنا هختار الكولومن اللي هو فيه data وبعدين لو أنا مثلا هنا في الهم هروح على data وبعدين هروح على الأمر ده اسمه text to columns هضغط عليها هيجي هنا يديني اختيارين delamited ولا fixed width fixed width لو أنا عايز أقول مثلا خليلي أول ثلاث حروف هنا أربع حروف هنا حرفين هنا كده إنما طبعا أنا هنا عايز عملية الفصل تتم بيه حاجة معينة اللي هي مثلا علامة اليساوي هنا فهخليني مختار عادي delamited وبعدين هضغط next وهاجي هنا هلاقيه في الويندو ده ممكن يعمللي delameters ممكن تكون عبارة عن tab يعني لو الفرق بين الكلمتين اللي أنا عايز أفصلهم tab أختار هنا طبعا أو semicolon أو coma أو space طبعا أنا عايز أفصل هنا بعلامة اليساوي فهاجي هنا في الآخر وأكتب هنا يساوي لو نلاحظ طبعا ال data preview اللي تحت دي هنا مكتوبه Q بيساوي 30 فأول ما هكتب هنا يساوي لو نلاحظ تحت عمل لعملية الفصل الواحدة هون مجرد بضغط هنا finish بلاقي data تكتبت بالشكل ده طبعا أنا ممكن بقى أخذ البيانات بالشكل ده وأعمل لها أنلس إزاي ما أنا عايز أو أرسم لها chart فطبعا الأمر ده وفر علي كتير إن أنا أكتب إيه كل الأرقام دي من أول وجديد أتمنى كده الموضوع يكون واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر